السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكي أنا من التلفزيون المصري بنتشرف أن نكون مع حضراتكم كل أسبوع في يحكي أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة أغلب فترات الحلقة علشان ترجعوا لأي جزء سابق من محتوى حلقتنا أو أنكم تبعثوا لنا أسئلة عايزين نحن نجاوب عليها وأنا بخصص حلقات كاملة للإجابة على أسئلة حضراتكم أو أنكم تقترحوا علينا موضوعات أو ضيوف تحبوا أن حضراتكم تستزيدوا كده من علمهم الأسبوع الماضي الحقيقة بدأنا رحلة كده تنويرية جميلة ومؤثرة جدا جدا لأنها كانت عن القلب وكل ما يتعلق بعوامل الخطر أو العوامل المحفزة للإصابة بأمراض القلب بشكل عام وتحديدا أمراض الشريان التاجي وهي أكثر أمراض القلب شيوعا كان ضفنا وكان صاحب المكان في الحلقة السابقة وضفنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سامح محمد شهين العالم الكبير وهو أستاذ أمراض القلب والأوعيات دموية بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وزميل الجمعية الأمريكية للأسطرة التداخلية والرئيس الأسبق لجمعية القلب المصرية اتكلمنا الحلقة السابقة مع حضراتكم عن أنواع أمراض القلب بشكل عام ثم بدأنا بأكثر هذه الأمراض شيوعا وهي أمراض الشريان التاجي عرفنا أسباب الإصابة وعوامل الخطر المحفزة للإصابة وتكلمنا عن قصور الشريان التاجي المستقر بكل تفصيل وتكلمنا يعني التفصيل ده كان سواء في الأعراض أو التشخيص أو الوقاية وأكيد في العلاج وتكلمنا أيضا مع حضراتكم عن قصور الشريان التاجي الغير مستقر أو الحاد ودي الحالة الأخطر وعرفنا معلومات كتيرة جدا عن هذه الحالة الخطيرة وكيفية التعامل الطبي معها ومع جلطات القلب والتطور الكبير اللي حصل في وسائل التشخيص والعلاج وختمنا كلامنا مع حضراتكم عن تفاصيل كمان حياة المريض بعد العلاج من هذه الحالة الخطيرة يعني أرجونا حضراتكم ترجعوا لمحتوى حلقتنا السابقة على وسائل التواصل هتلاقوا الحلقة كاملة أو مقسمة أجزاء وإن شاء الله تستفيدوا منها وزي ما قلتلكوا أو كان عندي رجاء لكم في نهاية الحلقة السابقة أنكم مش بس تتابعوا هذه الحلقة أو تتفرجوا عليها ولكن أنتم كمان أنشروها في المحيط بتاعكم أنشروها لكل الأقارب والأصدقاء والمعارف اللي عندهم شبهة أمراض قلب أو عندهم أمراض قلب هاستفيدوا من هذه الحلقة جدا وإن شاء الله كمان هاستفيدوا من حلقتنا النهاردة جدا جدا النهاردة بنكمل زي ما قلتلكوا رحلة التنوير والوعي اللي بدأناها مع ضفنا العزيز وهنتكلم فيها إن شاء الله عن أمراض سمامات القلب ويعني الأنواع بتاعتها والإصابات وكده وهنتكلم عن موضوعات أخرى لكن خلينا نبدأ بالترحيب مع الدكتور سامع أهلا وسهلا دكتور سامع حمد شهر أهلا دكتور محمد وبنشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى وجود حضرتك معنا الأسبوع الماضي ووجود حضرتك معنا الأسبوع ده لا أنا شاكر لدعوتك وسعيد بوجودي في برنامج مميز زي كده ولقاء السادة المشاهدين الله يخليك إحنا هنبدأ بقى النهاردة كلامنا عن الجانب الآخر من أمراض القلب وهنبدأ مباشرة عن أمراض سمامات القلب أنواع هذه الأمراض إيه أسبابها بتتشخص إزاي طرق الوقاية والعلاج منها وما إلى ذلك ده موضوع مهم جدا يعني إحنا يمكن من 30 سنة أو أكتر في مصر كان الحقيقة نمط أمراض القلب كان مختلف عن النمط دلوقتي كنا زمان لما بندخل عمبر أي مستشفى كبيرة سواء كان مستشفى جامعي أو مستشفى حكومي كان أغلب المرضى اللي بنشوفهم كان مرضى الصمامات نتيجة الحمى الروماتيزمية كانت منتشرة جدا في وقتها معدل الإصابة بالتهاب الحل كان عالي جدا وما كانش بيتم علاجه وده المسبب الرئيسي للحمى الروماتيزمية وبالتالي كانت أمراض الصمامات في مصر كانت منتشرة جدا وكان معظم المرضى زي ما بقول كان في وقتها من 30-40 سنة دلوقتي النمط اختلف بقينا بنتكلم على أن المعدل الإصابة بأمراض الصمامات قل الحمى الروماتيزمية قلت في المقابل أمراض الشوريين التاجي زادت بقينا نشوف دلوقتي شكل مختلف لمستشفىات أمراض القلب في مصر أمراض الصمامات زي ما قلت لحضرتك كتير لكن أهمها وأشهرها هو أمراض الالتهاب الروماتيزمي نتيجة الحمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية دي معروف أنها نتيجة الميكروب السباحي بيصيب الحلق بيعمل الالتهاب وبقاين بيعمل رياكشن أو تداخل مع أنسجة القلب فبيبتدي يصيب بالزات سمامات القلب عشان كده دايما ننادي إحنا بقى في تخصصنا في طب أمراض الأطفال بنناشد الأهالي بالاهتمام بعلاج التهابات الحلق عند أطفالهم وعدم إهمل بالزبط كده وهو ده فعلاً اللي أدى إلى تراجع معدل الإصابة بالسمامات كنا زي ما نسمع روماتيزم القلب روماتيزم القلب روماتيزم القلب الحقيقة أل في مصر نتيجة أن الأهل اللي بقى عندهم وعي الطفل اللي بيجيله أي لواز التهاب في اللواز أو التهاب في الحلق على فكرة شيل اللواز برضو لا يغني عن أنه ممكن يجيله برضو إصابة في الحلق وبالتالي برضو لكن لو كانت متكررة لازم تتشال الإصابة بقى بالتهابات اللواز نتيجة الميكروب السباحي ده فالأهل دلوقتي بيأخذوا الطفل على طول أقرب دكتور بيكشف عليه بيشك أنه عنده التهاب السباحي ده ممكن ياخد مسحة وممكن ما ياخدش وبيدي المضاد الحيوي اللازم غالباً بيبقى بينسلن أدوية متوفرة بتقضي تماماً على الميكروب السباحي وبالتالي معدل الإصابة بيقل وده من ناحية التوعية بالنسبة لأمراض السمامات ممكن يصيب بقى الصمام لو الميكروب ده ما ياخدش العلاج في الوقت المناسب ممكن يصيب الصمام سواء المترالي أو الأورتي لأن احنا عندنا دول أشهر صمامين بيصابوا ممكن الصمام يعيما يجيله ضيق في الصمام أو ارتجاع المشاكل طبعاً أن الطفل يبتدي يحس بالأعراض يعني ممكن نقول في سن 15-20 سنة يبتدي بقى ينهج ممكن يبتدي يحصل فيه كحة إصابة متكررة بأدوار الشعب النزلات الشعبية فيه أطور متقدمة طبعاً ممكن يحصل فيه تورم في القدمين أو في الرجلين كل دي بتدينا انطباع أن فيه مشكلة في صمامات القلب ممكن يحس برفة أو زبزبة أو الأكرو ساعتها الطبيب على طول بيعمل أشهر نوع وأهم نوع اللي هو الموجات الصوتية فحص الموجات الصوتية بالنسبة للقلب اللي هو الأكرو بالضبط بيبين بقى مدى الإصابة في الصمامات لأن برضو احنا عايزين ننبه أن درجات الإصابة مختلفة ممكن يبقى واحد عنده إصابة بسيطة جداً يعيش بيها حياته طبيعة ويلعب رياضة بالذات احنا برضو في حاجة بتتدخل معنا في التشخيص يقولك ده عنده ارتخاء في الصمام ارتخاء الصمام ده عيب خلقي مش نتيجة الحمى الرماتزمية وما يسببش مشكلة في القلب والبنت ممكن تتجوز وتحمل عادي خالص والولد ممكن يمارس رياضة مفيش مشكلة في ارتخاء الصمام لكن التهابت الصمام من نتيجة الحمى الرماتزمية لا ده بيبقى فيه تلايف في الصمام فممكن يحصل فيه اما ارتجاعي اما ديق ديق الصمام اللي حقيقة بياخد وقت عبل ما بيحصل بتبتدي الأعراض الدكتور طالما شخص الحالة بيبتدي بفكر بقى في العلاج ممكن علاج دوائي وممكن علاج عن طريق الأسطرة انه بنخش نوسع الصمام الدايع ده او علاج جراحي الجراحة برضو تقدمت جداً ممكن اصلاح لهذا الصمام من غير ما نشيله من غير ما نغيره او في بعض الاحيان لابد الجراح بيتدخل انه هو يغير الصمام ممكن بعد كده نتكلم عن انواع الصمامات طيب هل معنى كده ان امراض الصمامات يعني غالباً تصيب الاطفال او المراهقين فقط ولا ممكن تصيب كبار سن في وقت متأخر مثلاً من العمر شوف الحمى الرماتزمية تصيب طفل معدلات الاصابة من 5-15 سنة دي معدل اصابة بالحمى الرماتزمية وما ينتج عنها لكن في امراض جديدة استحدثت يعني بقينا نشوفها اكتر يعني مثلاً زي التهاب الصمام الميكروبي الانفكتب اندوكاردايتس ده بيبقى نتيجة ميكروب ممكن يكون موجود مثلاً في الاسنان وسبناه من غير علاج ممكن يمشي في الدم يروح يصيب الصمام بالتهاب كتيري ده بيبقى اخطر ده ممكن ما يكونش ناتج عن حمى الرماتزمية قديمة لكن ممكن يكون الاصابة بس بالميكروب ده نتيجة تساوس في الاسنان او الاخر للأسف برضو حالات الادمان بالذات اللي بيطعطوا ابر وحاجات زي كده يعني ده بيبقى برضو حالتهم الحقيقة معرضين كتير جداً انه يجيلوا التهاب كتير في الصمامات وده بقينا نشوفها في الناس ده بكثرة وبالتالي ده من ضمد المشاكل اللي ممكن تنتج ناهيك بقى عن بقية مشاكل الادمان لكن ممكن يصيبهم التهاب كتير في صمامات القلب حيث تسأل على انواع اخرى من المشاكل للصمامات بقينا نشوف كمان في الصمام الاورتي في سن كبير يعني سن الستين سنة فما فوق ممكن ما يكونش عنده اي مشكلة في الصمامات قبل كده لكن بيحصل فيه مع كبر السن تكلس في الصمام ترسيب للكالسيم جوه الصمام بحيث ان الصمام بدل ما واسعه مثلا بقى ثلاثة سانتي بقى سانتي ايت او تمانية من عشرة والاخر بقى دايق جدا بيحتاج بقى ساعيتها التدخل وبيحتاج ان احنا ايما نوسعه ايما نغيره والتوسيع ده ممكن يعني عن طريق الاسطارة برضو شوف الطب تقدم جدا في الحتة دي بالذات في السن الكبير لان في السن الكبير طبعا بيبقى فيه مشكلة ان هو ممكن ما يحتملش البنج الكل والاخر ممكن يكون عنده مشاكل فيه الشرعين التاجية مع الصمام كنا زمان بنوسع الصمام ده ببلونة بس اكتشفنا انها ما كانتش كافي قوي اللي هو الصمام المتكلس ده بيرجع يديق تاني لغاية ما يمكن من حوالي 10-15 سنة ابتكروا التكنولوجي جديد ان احنا بندخل صمام عن طريق الاسطارة صمام جديد ويركب جوه الصمام القديم اللي هو كان متكلس ده ويتساب يبقى الصمام جديد كأنه يركب له صمام جديد بنسميها دلوقتي التافي كتير قوي ناس بتسأل وبتسمع عنه كتير جدا وبقى بنركبه للناس عندها 70 سنة و80 سنة متقدم جدا يعني وبتم بنج موضعي من غير فاتح سدر ده كان سؤالي برضو دكتور لان احنا يمكن في الحلقة اللي فاتت وهذه الحلقة كلمنا كتير عن الاسطارة وبقى واضح ان بقى ليها دور فعال جدا في علاج الحالات وانقاذ الحياة يعني كمان هي بتتعمل بأي نوع من انواع التخدير ولا والمريض واعي ولا بيبقى عنده نصف واعي ولا ايه بالزبط الاسطارة العادية اللي هي تركيب الدعمات واو الاخره ممكن جدا مهدئ بس مهدئ فقط مع بنج موضعي زي بنج اللي بناخته في السنان كده بيبقى بنج موضعي لكن المريض بيبقى حاسس وبالعكس احنا عايزينه متواعي ونقول له خد نفس عشان التصوير فبيبقى بنج موضعي العمليات الاكبر زي التافي والحاجات دي ممكن يبقى بنج موضعي برضو ممكن يبقى مخدر كلي لو هندخل مثلا موجات صوتية عن طريق المنزار او لو فتحة الرجلة هتبقى اكبر شوية لكن في الاغلب دلوقتي بقى بنج موضعي هو مهم ان الناس تعرف ان الاسطارة بتدخل عن طريق الفخد من الشريان الفخد الشريان الفخد يعني بتدخل من القلب زي ما ناس كتيرة كانوا لا من الشريان الفخد وطبعا برضو الاسطارة تطورت بقى اي برضو من ركبة من شريان اليد الريديال ده برضو بقى اسهل جدا للمريد بحيث ان هو ممكن يقوم المسافة اقصر كمان يعني بقيت المسافة اقصر يعني هو التكنيك يمكن عايز تدريب اكتر ايبا لكن هو اريح للمريد يعني المريد بعد الاسطارة بدل ما يفضل نايم ست ساعات على ظهره لا دلوقتي ممكن يقوم ويقوم ويقش الحمام والاخ طالما ركبة من ايده الاسطار يعني ده من ايات ربنا سبحانه وتعالى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان التطور حاصل لهذه الدرجة وانه مهم ان الناس يعرفوا ان التطور ده موجود يا جماعة عشان الصورة الزهنية اللي رسختها اعمال فنية قديمة وسواء افلام او مسلسلات ان امراض القلب دي مالهاش حل والذي يصاب بأمراض القلب ده يعني خلاص ايامه في الحياة معدودة الامر يا جماعة اولا مش كده ثانيا التطور اللي حصل اصبح يعني لا يمكن حد يتخيله الا بقى من خلال المعلومات اللي احنا بنسمعها دكتور سامح احنا عايزين بسرعة جدا نقفل قبل ما نقفل موضوع السمامات وعشان هنطلع لفاصل برضو العيوب الخلقية بقى في القلب يعني هل دي بتعتبر برضو نسبها كبيرة التعامل معها بيكون ازاي يعني ناخد كده يعني لمحة فيها واذا برضو كان فيه معلومات اكتر ممكن نستكملها في الجزء الجاي عيوب القلب الخلقية برضو ممكن تصيب السمامات يعني ممكن الطفل يتولد بصمام دايق او الصمام فيه ارتجاع وبالتالي برضو الاكتشاف المبكر هنا مهم جدا وبالتالي برضو السكرينج او المسح ان احنا جميع الاطفال لابد ان احنا برضو يتم الكشفة اليوم على اقل بعين الدم ان احنا نعرف نسبة الاكسوجين في الدم مزبوطة ولا لأ بحيث ان احنا نعرف اذا كان فيه عنده مشاكل في الطفل الحديث الولادة ولا لأ غير الصمامات ضيق الصمام الرئوي او ضيق الصمام الاورتي ممكن يبقى فيه ضيق شديد جدا مولود بي الطفل مش حما روماتزمية ولا تكلس ولا اي حاجة ممكن يبقى فيه سقب ما بين القلب اليمين والقلب الشمال احنا كلنا كلمنا في الحلقة اللي فاتت يمكن منضمين لبعض لكن فيه فاصل بينهم وان الدم لو اختلط اليمين بالشمال بيبقى فيه مشكلة ساعات الطفل بيولد وفيه سقب مثلا ما بين القزين الايصر والايمن هو بيبقى موجود وهو جنين لكنه مفروض يتولد وهو مغلق اه اللي بين البطين والبطين الايصر والايمن ده المفروض ان هو بيغلق قبل الولادة بالضبط اللي بين القزينين ممكن يفضل موجود ايوا زي برضو الوصلة الشريانية اللي ما بين الاورتة وال بالمريارتري او الشورين الرئوي ده برضو ممكن تفضل مفتوحة فترة من الفترات وممكن تصيب مشاكل المشكلة بقى في الخلط ده ما بين الناحية اليمين وناحية الشمال في القلب انها بتبقى عبقة على القلب ايوا وبالتالي ممكن يبتدي حصل تضخم في عضلة القلب ولو لم يتم اكتشافها ولو الطفل ما اشتكاش بالذات انه بيبقى طفل صغير ممكن شهور صحيح وممكن سنة سنتين فصعب ان هو يشتكي ممكن يحصل فيه هبوط في عضلة القلب وبالتالي دي فايدة انه فعلا لابد من ان احنا نلاحظ الطفل ازا كان فيه اي زرقة في جلده ابتدى يزرق الطفل اللي ابتدى يزرق الحاجات دي برضو بتدي مؤشر ان الطفل ده ممكن يكون عنده مشكلة ما في القلب دور الطبيب وده على الفكرة بقى فرع متخصص دلوقتي فيه امراض قلب الاطفال ان احنا فعلا بنشوف دلوقتي الموجات الصوتية بتقدر تعرفنا على المشكلة سواء الصقب سواء الصمامات الضيق اللي في الصمامات او تلف عضلة القلب نفسها كل دي حاجات ممكن ابتدينا ان احنا نكتشفها فيه الاطفال حديث الولادة تمام احنا هنستازن حضرتك في الفاصل الاول ان احنا هنطلع دلوقتي لفاصل وهنرجع نستكمل كلامنا مع الاستاذ دكتور سامح محمد شهين استاذ امراض القلب والقواعي الدموية بكلية طب جماعة عن شمس والرئيس الاسبق لجماعة القلب المصرية هنتكلم بقى في الجزء القادم عن كهربية القلب او المرض الشهير اللي الناس عرفاه او سمعت عنه خاصة في السنوات الاخيرة الرفة الاذينية والرفة البطينية ايه المخاطر بتاعتها وايه تشخصها وكيفية التعامل معاها لسه المعلومات كتيرة قوي والوعي هيزداد ان شاء الله كمان وكمان بس انتو خليكم معنا هنطلع لفاصل ونرجع يحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة وهي الحلقة الثانية اللي بيقدمها لنا الاستاذ الدكتور سامح محمد شهين استاذ امراض القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة هنشمس وزميل الجمعية الاوروبية لامراض القلب وزميل الجمعية الامريكية للأسطارة التداخلية والرئيس الاسبق لجمعية القلب المصرية اتكلمنا في الجزء الاول عن امراض الصمامات التي تصيب يعني الامراض التي تصيب صمامات القلب واتكلمنا كمان عن العيوب الخلقية اللي بتصيب صمامات القلب وعرفنا معلومات كتيرة عن هذا الامر في هذا الجزء هنتكلم بقى عن كهربية القلب او كهرباء القلب اللي بتؤدي اضطرابها الى اضطراب دربات القلب وبالتالي الأمراض الشهيرة اللي هي زي الرفة الأذينية وما إلى ذلك ولكن قبل ما نبدأ هذا الجزء يا دكتور سامح عايز بس أعرف معلومة من حضرتك خاصة بتضخم عضلة القلب لأنه من وسائل التشخيص الإيكو أو المجوات الصوتية فأحيانا الناس لما بتسأل المعطيات اللي باينة في الفحص فيتقال أنه في تضخم في عضلة القلب فهل كل التضخم ده خطير ولا ده قد يصاحب مثلا أحيانا بعض الرياضيين أو مرضى ضغط الدم أو ما إلى ذلك طيب ده سؤال مهم برضو زي ما حقاك أشارت اللي دكتور محمد لأنه اللغة العربية الحقيقة هنا مقلقة قوي يعني لو محد يقول أنت عندك تضخم في عضلة القلب وممكن ده يبقى وقعه على المريض وقع سيء جدا مع أنه ممكن يكون هذا التضخم ليس بهذه الخطور بالضبط تضخم ببساطة شديدة تضخم في عضلة القلب يعني زيادة في سمك عضلة القلب طبيعي مثلا أنها تبقى حوالي 11 ملي السمك عضلة القلب اليسرى لو زادت بقيت 14-15 دي ممكن غالبا بيبقى نتيجة مثلا ارتفاع في ضغط الدم ده بيخلي عضلة القلب تدخن شوية زي ما كون القلب بيعمل جم يعني بيروح بيشيل حديد بالضبط كده فعضلة القلب تدخن شوية علاجها هو علاج الضغط ان مجرد ان انت زبطت الضغط مع شهر شهرين سنة سنتين هيحصل فيه انكماش تاني انكماش تاني لعضلة القلب وترجع لحجمها الطبيعي عودة للحجم الطبيعي وبالتالي مفيش منها قلق طالما اتشخصت وتعالجك المشكلة بقى ان ساعات بيحصل فيه تضخم غير متناسب او غير متناسب في عضلة القلب بيبقى الحائط او الجدار اللي بين البطين الايصر والايمن بيبقى متضخم ممكن يوصل لعشرين ميلي بدل حداشر ومش كل عضلة القلب يبقى اجزاء الحقيقة ان الجزء ده من عضلة القلب هو بيمنع سرايان الدم عبر مخرج البطين الايصر فبيقفل المخرج فكأن المريض عنده ضيق في الصمام هو الصمام بتاعه طبيعي ولكن الجزء اللي بتاحت الصمام مؤدي الى ضيق فممكن يبتدي نفس علامات بقى ديق الصمام انه هو يبقى ممكن دوخة بيبقى زغلالة في العين مجهوده مش قد كده والاخطر من كده انه ممكن يحصل فيه عدم انتظام في ضربات القلب بالذات بقى الرياضيين وبالتالي احنا طبعا من ضمن البروتوكولات المعروفة ان اي واحد حيبتدي يلعب لعبة رياضية بروفاشنال حيخش تيم حيخش يلعب رياضة لازم يتعملوا فحص سواء رسم قلب او موجات صوتية عشان نستبعد وجود مثل هذه الامراض اللي هي مش منتشرة او الحقيقة لكن بتبقى موجودة ويوجودها لازم يتم باكتشافه قبل لعب رياض اللي هو تضخم الغير متناسب او الغير متناسب في عضلة القلب تمام نرجع بقى للموضوع الرئيسي في هذا البروز اللي هو كهربة القلب او عدم انتظام ضربات القلب الرفة القذينية والرفة البطينية حضرتك بقى كلمنا عنه كهربة القلب هو سبحان الله هو القلب عنده منظم لضربات القلب بحيث انه هو زي بنسميه اللي هو بينبض الكهربة بتاعته ستين ضربة في الدقيقة او ستين نبضة في الدقيقة ومن خلالها بتنتشر بقى في بقية عضلة القلب فلما القلب يحصله فيه الاكتيفيشن ده او التنشيط يبتدي يشتغل المضخة كالوظيفة الرئيسية بتاعته بيحصل ساعات بقى ان الكهربة بتاعت القلب بيحصل فيها اختلال يامها بالبطء ايوه انها ما تضربش ستين تضرب اربعين تضرب تلاتين وبالتالي ده بيحصل فيه مشكلة البطء ده مشكلة لفحد ذاته احد الامراض بناستغنى عنه بقى ان احنا بننشطه ممكن نحط بطارية نزرحها صغيرة جدا تتحط في احت الجلد يخلي نبض القلب تاني يرجع للمعدل الطبيعي الستين او السبعين ضربة في الدقيقة الاخطر بقى ان هي السرعة السرعة سرعة في ضربات القلب ان بدل ما القلب يضرب ستين سبعين تسعين لا ده بيضرب مئة وخمسين مئة وستين ضربة في الدقيقة اه ممكن يبقى الاختلال ده موجود في ال counties ايوه ده بنسميه زبزبة وزينية وممكن يبقى موجود في البطين وده بنسميه زبزبة وزينية اه والخطورة هنا عفوا يعني بالخطورة سواء كانت الزيادة الداربات دي منتظمة او غير منتظمة ولا المنتظمة بتبقى أقل مثلاً في الخطورة أو كده طبعاً الغير منتظمة أخطر أخطر طبعاً واللي طالع من البطين أخطر من الأزين أخطر وأخطر بالزبط فخلينا نبتدي بالأسهل اللي هي الزبزبة الأزينية اللي هي طالع من الأزين سواء الأيمن أو الأيصر ضربات القلب بدل ما تبقى منتظمة و70 ضربة في الدقيقة بتبقى غير منتظمة وتضرب 150-160 ضربة ومش منتظمة فالعين بحس بيها المريض يحس يقولك أنا حس يقول قلبي مرفرف الرفرفة رفرفة القلب بالزبط كده فده الحقيقة برضو بقى منتشر اللي يوم دي بقى إنا ممكن يكون زي ما حالك تفضلت وقلت إن سهولة التشخيص بقى إنا نصوره بسرعة ونكتشفه بسرعة أو إن المريض بقى أكثر وعياً وبالتالي بقى إنا يتم اكتشافه بسهولة برضو ده محتاج نتكلم فيه عن الوعي لأنه ممكن جداً يبقى المريض عنده زبزبة وزنية ومش حسس بيها زبزبة وزنية اللي موجودة بدون علاج إنها ممكن تعمل تخثر في الدم ممكن تساعد على تجلط الدم لأن الدم ممشيش بالسرعة المعتادة فممكن يحصل فيه تجلط بسيط المريض مش حاسس مرة في مرة تبصت لإيه مشت مع الدم الجلطة دي وصلت للمخ ولا يا زب الله وعملت جلطة في المخ فدي خطورة الزبزبة وزنية غير إن المريض مجهوده بيقل غير إنه هو بينهج غير غير لكن أكتر حاجة فيها إنها ممكن تسبب جلطات توصل للمخ ممكن توصل للرجلين ممكن توصل للكلا فمشاكلها كتير نكتشفها إزاي؟ نتشخيصها بقى إزاي؟ يبدأ برضو برسم القلب؟ بالظبط كده رسم القلب بنسميه يعني المريض رايح يعمل مثلا عملية مرارة رايح مش عارف يعمل عملية ليوز بيتعمل له رسم قلب أو التشكب الفحص اللي هو بيتعمل كل سنة مرة برضو بيتعمل له رسم قلب لكن المشكلة في رسم القلب ده إنه هو بيتعمل في نص دقيقة في دقيقة في خمس دقائق ممكن في لحظتها ما تبنش الزبزب الأزانية فساعات لو احنا شكين انها موجودة منركب تسجيل رسم الـ 24 ساعة اللي هو الهولتر وبتدينا دلوقتي نستخدم بقى أدوات جديدة زي الساعة برضو الساعة الإلكترونية بالزبط ودي عليها دلوقتي برضو حوار كبير ما بين العلماء وما بين علماء التكنولوجيا وعلماء الطب بس واضح انها هي المستقبل لان المريض لابسها فبتسجله ضربات القلب النبض بتاعه على مضال الـ 24 ساعة وهو طالع السلم وهو نايم وهو صاحي وبالتالي دي بتدي سكرينج لمدار اليوم وبعدين عايش بيها بقى شهور مشكلتها انه ممكن تكتشف حالات مش محتاج علاج يعني امتى نبتدي نعالج ده لسه احنا معرفناش او محددناش بالزبط مين العيان اللي احنا نعالجه هل مثلا لو ظهرت لمدة خمس ثواني او تلاتين ثانية او دقيقة واختفت هل ده ياخد علاج ولا لو استمرت معا ساعة معينة او ساعتين معينة وضربات القلب دي هل لازم نثبتها بعد كده برسم القلب العادي لغاية النهار ده اه ما ينفعش ان انا اشخص واقول ان العين ده عنده زبزبة وزينية بمجرد انه ظهر على الساعة بتاعته اشارات لازم اثبتها برسم القلب العادي او برسم القلب الـ 24 ساعة ممكن في المستقبل الكريتيرا تتغير لكن لغاية النهار ده كده فلا احنا الحقيقة بنتجه اتجاه حاسيس ناحو استخدام التكنولوجيا دي بقى من فوائد التكنولوجيا الحقيقة اكيد اكيد دي الرفة القزينية دي الرفة القزينية الرفة بقى البطينية الرفة البطينية دي بقى حتنقلنا لنقلة تانية خالص اللي هو الموت المفاجئ دي خطر جدا دي كلنا دلوقتي يعني بنسمع طبعا بنسمع عنها الحالات دي فعلا بقى اكثر مش عايز اقول اكثر انتشارة لكن بقينا نسمع عنها كتير نتيجة يعني وسائل التواصل بقى منتشرة فبقينا نعرف الرياضي الفلاني الفنان الفلاني وهكذا والناس العاديين طب الموت المفاجئ بيحصل اي سن اي سن ممكن اطفال شباب ممكن كبار في السن سواء كان عنده مرض اصلا في القلب ولم يكتشف او لم يكتشف او هو كان عارف انه عنده مرض يعني ممكن يكون هو اصلا مريض شوريان تاجي ممكن فجأة هو نايم يجي له زبزب او زيني او بطايني او الاخطر بقى ان هو ما يكونش عنده اصلا مرض او مش عارف انه عنده مرض زي الرياضي مثلا كان بيلعب ماتش كورة وفجأة قلبه توقف وهل ممكن احنا نتنبأ بيها يا دكتور سن هو بالزبط كده ازاي ان احنا نكتشفها قبل ما تحدث لان حدوثها طبعا بيبقى متأخر قوي غالبا زي ما قلت لحضرتك في الاغلب احيانا احنا اي واحد داخل يلعب الرياضة لازم بنعمل سكريننج بما في ذلك انا عايز اقول لحضرتك برضو تساؤل لانه برضو فيه اتجاه كبير قوي من الشباب واحيانا زي ما بنقول متوسطي لعمر انهما بيروحوا صالات الرياضة ليه الجيم فبنسمع عن حاجات كده بتحصل في الجيم فهل لازم برضو اجراء مثلا فحص طبي قبل ما الواحد ينتظم في الجيم اه ابسط حاجة احنا مش بنقول مثلا قسطرة لا طبعا احنا بنقول رسم قلب ايوا بنقول موجات صوتية القلب ولو شكين في حاجة اكتر او عايزة اكترك نعمل رسم قلب بالمجهود الاعادي ده اللي هو بيجرى انت حتروح تلعب الرياضة فاول رياضة تعملها لازم تجري على السير قدام طبيب بيسجلك رسم القلب لو دول طبيعي يبقى هو والموجات الصوتية يبقى مفيش مشكلة يبقى حنلعب الرياضة بتاعتنا ونمارس الرياضة بجميع انواحها مفيش مشكلة لكن لو محتاج بقى لو دول بيانوا اي حاجة ممكن اكمل بقى نصعد بقى في مسائل التشخيص ممكن اهمل مسح زر رانين مغناطيسي اشعة مقطعية وهكذا لكن السكرينيج مجرد هو رسم قلب عادي وموجات صوتية ورسم قلب مجهود لاي واحد حيبتدي يلعب الرياضة عادية طب لما بتحصل يعني لا قدر الله الرفة او الزبزبة البطينية دي اللي هي الخطيرة او الموت المفاجئ زي ما حضرتك قلت التعامل معها هيكون ازاي دكتور يعني ايه وسيلة التعامل معها الحقيقة لان الدول والهيئات الصحية بتدري انتبه للموضوع ده فبقى فيه دلوقتي يعني فيه تكنيكات جديدة او تقنيات جديدة بتدينا نستخدمها زي الـ AED اللي هي الـ Automatic External Defibrillator ده بقى موجود في المطارات موجود في الاستدات اللي محتمل فيها يبقى فيه تجمعات كبيرة من الناس ومع السترس تعرف في المطار وبيجري وعايز يلحق الطيارة ومواعيد وشايفين لقوا ان فيه نسبة الاصابة بالموت المفاجئ ممكن تحصل في المطار فبقى دلوقتي المطارات الكبيرة واحنا في مصر الحمد لله احنا كان فيه لجنة قريب انا شرفت ان انا كن احد اعضاءها بيفكروا ان هم يشتروا الـ AED ويحطوه في المطارات ومحطات المترو ومحطات القطر في المطارات الكرة معارض الكبيرة معارض الكتابة والاخر ده بيبقى جهاز بيتعلق على الحيطة في مكان متشاف الناس كلها شايفاه وانس حصل حدث زي كده بيبقى فيه متطوع مش بالضرورة ان هو يكون اتضرب لان الجهاز معمول على انه اي واحد ممكن يستخدمه بيفتح الجهاز ده وبيوصله بالمريض اللي هو فقد الوعي ونايم على الارض دهوقتي في حالة موت مفاجئ وفي خلال المفروض 3-4 دقايق بيكون تم اعطاءه صدمة كهربائية الجهاز ده على فكرة بيتكلم وبيدي الارشادات اه يعني هو الجهاز اللي بيقول لنا نعمل ايه وهو اللي بيقرأ اذا كان عنده زبزبة او زينية يعني مش مطلوب ان ده بطينية بطينية ااسف ولا لا يعني هو اللي يقول اه دي زبزبة انا شايف كجهاز ونسبة الخطأ فيه معدوما اه انا شايف ان تزبزبة يعني لما بيتوصل بالمريض بيقرأ هو بيقرأ ويقول ويقول لك دوس فانت بتدوس على الزر هو دي الزر واحد اللي هو صدمات الكهربائية دي اللي كنا بنشوفها في المشاهد حتى السينمائية في اللي هي المرضى دول بس بيبقى بطريقة ابسط بقى ابسط اه مش محتاج دراسة ومش محتاج تدريب ده يبقى ده يعني ده تطور كبير برضو ان احنا نعمله في مصر هو دي الوسيلة الوحيدة ان انت يتم انقاذ وده شفناها بقى في الرياضيين بيقرأمتش متزعل هاو تلاقي عربية الاسعاف نزلت بالصدمة الكهربائية مش مستنين انا نقله مستشفى صحيح لان كل دقيقة بتعدي القلب ممكن ما يرجعش بالزبط بس لما بيحصل الاستخدام الصحيح للجهاز ده القلب ممكن يرجع القلب بيرجع وشفنا ايركسون رجع ولعب كرة تانية محترف واخد بالك لان دي بتبقى زبزبة بوطاينية وقتية وانس انها رجعت بنشوف سببها كان ايه لو فيه سبب يتعالج ما بترجعش تاني ان شاء الله وفي مصر احنا يعني زي ما حدك قلت ان كان فيه لجنة حضرتك شرفت انك كنت عوضوا فيها بقى فيه اتجاه انه هو يدخل هذا الامر طبعا دي حاجة حلوة وطبعا طبعا هيكون فيه اتجاهات معارضة لها حول انه مين اللي يستخدم الجهاز وهل الحالة تستدعي ده ولا لأ ولكن اعتقد انه في النهاية المحصلة العامة او الفايد الفايدة الاعمة يعني زي ما بيتقال انه انقاذ حياة مريض تستاهل التفكير وتستاهل هذا السعي وتستاهل هذا الجهد كل المناقشات دي تمت في الخارج برا وعدوا في المراحل دي برضو هل الجهاز ده يعني انت عندك القدرة النفسية ان انت تستاهل في ناس تخاف اه طبعا كان الجهاز قدامي بس مش حاضر استخدمه فلازم يبقى فيه برضو حملات توعية للجمهور بحيث يبقى اكيد حيبقى فيه واحد عنده القدرة او اتدرب ممكن يكون اتدرب قبل كده ده ممكن يكون موجود كمان في المولات وفي الاندية الرياضية والزبط كده وثبت ان الدول اللي بتستخدم الاجهزة دي الحقيقة نتائجهم جميلة جدا وممكن يحصل نسبة استرجاع التوقف عضلة القلب يمكن فوق السبعين في المية ده يعني ده حاجة عظيمة وحاجة عظيمة ان احنا نكون مش بعاد عن اللي بيحصل في البلاد المتقدمة او المتطورة دكتور سامح هستاذن حدقك ان احنا هنطلع الفصل التاني وهنرجع نتكلم بقى عن هبوط عضلة القلب وده حسب التقسيمة الاولى اللي حضرتك وضعتها لنا او خارطة الطريق اللي حضرتك وضعتها لنا الاسبوع الماضي مازال الحوار ممتد مع العالم الكبير الاستاذ دكتور سامح محمد شهين استاذ امراض القلب ولا قوية دموية بكل الطب جامعة شمس والرئيس الاسبق لجامعية القلب المصرية لسه فيه معلومات كتيرة مهمة جدا 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 وفيه كمان كلام يعني مبشر ان شاء الله دكتور سامح هيكلمنا فيه خليكم معنا يحكى انه مازال بعد اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والاخير من حلقتنا النهاردة واللي ضفنا فيها الاستاذ الدكتور سامح محمد شهين استاذ امراض القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة عن شمس والرئيس الاسبق لجامعية القلب المصرية وزميل الجامعية الاوروبية لامراض القلب وزميل الجامعية الامريكية للأسطراء التدخلية تحدثنا عن مواضيع كثيرة جدا جدا في هذه الحلقة والحلقة الماضية بدعوا حضراتكم لاعادة التعرف عليها واعادة فهمها واستيعابها من خلال اعادة مشاهدتها على وسائل التواصل ارجوكوا اعملوا كده وتبدلوا هذه المعلومات القيمة احنا بنتبادل معلومات كده احيانا ملهاش ايمة اوي فعني نجرب ان احنا نتبادل معلومات لها ايمة صدقوني هتفرق يعني في حياة ناس كتير اوي في هذا الجزء هنتكلم عن هبوط عضلة القلب يا دكتور سامح وده الترمينولوجي او هذه العبارة معظم الناس بتسمعها او سمعتها او بتقراها يقولوا حصل هبوط في عضلة القلب هل الهبوط في عضلة القلب خلاص امر حتمي ان يكون مرتبط بالوفاة لقدر الله ولا هبوط عضلة القلب ايضا درجات ويمكن العلاج منه او الشفاء منه او الحماية من اثاره السيئة جدا جدا يعني هو هبوط عضلة القلب او ضعف عضلة القلب هي النتيجة لجميع امراض القلب اللي احنا قلناها في الحلقتين اللي فاتوا سواء كان امراض الشريان التاجي لو تثبت بدون علاج امراض الشريان التاجي لو تثبت بدون علاج ممكن تؤدي الى ضعف وهبوط في عضلة القلب امراض الصمامات ممكن برضو لو تثبت بدون علاج ممكن القلب يتعب مع الوقت وممكن يحصل فيه تضخم ثم هبوط في عضلة القلب عدم انتظام ضربات القلب العيوب الخلقية للقلب كل دي ممكن في الاخر تؤدي الى هبوط في عضلة القلب هبوط عضلة القلب ده محصلة لجميع أمراض القلب إذا لم يحسن الطبيب علاجها هبوط عضلة القلب ده ممكن يبقى فيه إحنا عندنا وظفتين في عضلة القلب. أيوة. القلب بيستجمع الأول الدم من جميع أنحاء الجسم ثم يضخه إلى أعضاء الجسم. أي. ممكن يحصل فيه وده الأشهر والأكثر شوان فيه ضعف فيه الإنقباض. أيوة. يبقى القلب ضعيف. الإنقباض اللي هو ضخ الدم. اللي هو ضخ الدم. وبالتالي ممكن يحصل فيه. تجميئة الدم اللي هي تحدث أثناء الانبساط الانبساط. تمام. الانبساط ممكن يعني الانقباض ممكن يبقى طبيعي ده نوع تاني من هبوط عضلة القلب. بس العين يبتدي يشتكي برضو أنه هو بينهاج وأن الرجلي بتورى ما هو الآخره. نتيجة الانبساط عنده أو الارتخاء في عضلة القلب عشان يملى. بطيء. فبرضو ممكن يحصل فيه أعراض هبوط عضلة القلب. فده نوع جديد ما كناش بنتكلم عنه برضو من عشر خمس عشر سنة. نوع مستحدث من هبوط عضلة القلب. التشخيص أصبح برضو متيسر وسهل جدا بالوسائل التقليدية سواء كان رسم القلب سواء كان الأشعة المقطعية سواء كان الموجات الصوتية. كل ده بيؤدي إلى تشخيص دقيق لضعف عضلة القلب وهبوط عضلة القلب. العلاج بقى الحقيقة يعني فيه من خمس سنين حصل صورة في هبوط عضلة القلب. حضرتك سألت سؤال مهم جدا. هل هبوط عضلة القلب ده يعني مرض نهاية الريحة يؤدي إلى الوفاة حتمي ولا لا. لا. الحقيقة أن مرض هبوط عضلة قلب أصبح قابل للعلاج. ممكن عضلة قلب تتحسن. نتيجة الأدوية الجديدة اللي بقت موجودة زي ما قلت لحضرتك. ما كانتش موجودة من خمس سنين. دلوقتي بقت موجودة. ومش ده واحد. كان الأول يدوبك هي مدرات البول وديجوكسن واوي لآخره. أدوية كانت بسيطة جدا. وكانت فويدها كانت محدودة. دلوقتي لأ بقت فيه أدوية بتعيد عضلة القلب تاني لحالتها الطبيعية. كل ما بضرنا في استخدامها. كل ما ده كان أحسن. وعضلة القلب ممكن تستعيد تاني عفيتها. وممكن المريد يرجع يمارس حياته طبيعية خالص. وزي ما حكبر ده قلت. درجات الإصابة بهبوط عضلة القلب متعددة. ممكن يعني مريض بيشتيك يده بحاجات بسيطة. لكن بيمارس حياته. وضعف عضلة القلب بدأ ما تبقى الكفاءة مثلا 60% هي 40-45%. ممكن طبعا تبقى درجة أكثر شدة وأكثر سبب. فمش كل هبوط عضلة القلب يخوف ويؤدي إلى الوفاء. لا قدر الله. ممكن المريض يمشي على العلاج وممكن حالته تتحسن بسهولة جدا. وكفاءة عضلة القلب هنا من وسائل التشخيص الخاصة بيها هي الإيكو برضو أو الموجات الصوتية. الموجات الصوتية من ضمن الوسائل الدقيقة جدا والسهلة والميسرة واللي موجودة في أماكن كتير جدا اللي احنا ممكن نعرف بيها كفاءة عضلة القلب أخبارها إيه. وممكن نشخص بيها برضو المشكلة في الارتخاء أو في الانبساط. برضو اللي هو النوع التاني من هبوط عضلة القلب. أو لو فيه بقى مشكلة تسببت سواء كان الشريين أو الصمامات أو إلى آخر. ونعرف ليه عضلة القلب ضعيفة. صحيح. ده برضو عن طريق الموجات الصوتية. دكتور سامح عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني ممكن يكون فيه ثقل كده على التخصص القلبي. هل ممكن اعتبار تخصص أمراض القلب هي المحطة الرئيسية اللي لازم يتوجه إليها المرضى قبل تخصصات أخرى يعني بمعنى مثلا حضرتك ذكرت في سياق الحديث عن الأمراض المتعددة النهجان، تورم الساقين عدم القدرة على بازل المجهود بشكل كامل أو بشكل معتاد الدوار، الدوخة هذه الأعراض قد تتدخل مع تخصصات طبية أخرى يعني زي تخصص مثلا جراحة المخو الأعصاب زي تخصص جراحة الأوعية الدموية تخصص الصدر، الأمراض الصدرية فهل يمكن اعتبار أنه المريض لما يشعر بعرض من دول يعني ليس له علاقة معتادة بأمراض القلب هل برضو من الأفضل أن يتوجه إلى طبيب القلب وطبيب القلب هو اللي يفصل في الأمر ولا ده إحنا كده بنتقل على حضراتكو يعني طبعا في الأنظمة الطبية ده بيشكل عبق على أمراض القلب وبالتالي السيستم في معظم الدول بره أنه بيخلي فيه طبيب الأسر هو اللي بيعمل السكرينينج أو المسح هو اللي بيوجه بقى المريض إذا كان النهاجان ده أكتر نتيجة أنه هو مدخن وفيه سعال بطريقة معينة وعند حساسية على صدره يبقى ذا يروح للأمراض الصدرية غالبا هيروح للأمراض الصدرية بقى الدكتور الأمراض الصدرية من حقه بعد كده أنه يقول والله لا أنا شايف أن ده يتجه لأمراض القلب لكن على الأقل التوزيع الأولانية دي بتبع عن طريق الجنر براكتشنر الممارس العام أو طبيب الأسرة هو اللي بيودي إحنا عندنا في مصر يمكن السيستم ده مش واضح قوي فبالتالي ممكن المريض بالصدفة اللي عنده نهاجان ممكن يروح يامل دكتور القلب أو دكتور بطيني أو دكتور الصدرية وبعين في الآخر الدكترة لما بيشوف المريض بيعرفوا حالته تتجه أكتر للتخصص المناسب ده وقص على ذلك بقى الأعراض الأخرى زي ما حاجة تفضلت قلت الإغماقة الإغماقة دي ممكن تكون من القلب سوي بالقلب أو ممكن تكون نتيجة مشكلة في المخ صح برضو المريض ممكن يتردد مبين وده مش حيب صح إنه هو بياخد رأي ده وبعدين الدكتور ده بعد ما بيستكمل الفحوصات بتاعته بيقول له لا والله أنا شايف أن انت من ناحيتي ما عندكش حاجة أيوة فتروح لتخصص تاني تورم الرجلين نفس الحاجة ممكن تبقى مشكلة في الكلة صح ممكن ما تبقاش في القلب فبالتالي برضو ممكن يبقى فيه إن احنا ناخد رأي بعض كزا ما يل مع بعض ممكن ناخد رأي بعض صحيح يعني وبردو دي دعوة يا جماعة لحضراتكم إنكم يعني إنكم إيه ما تستسقلوش يعني ما تستتقلوش الذهاب إلى الأطباء يعني دي نقطة مهمة لأن فيه برضو في ثقافتنا يا دكتور وأنا بحكي لحضرتك دلوقتي غير إن حضرتك أستاذي هو حضرتك في قلب الحدث يعني إحنا عندنا برضو ثقافة إنه إيه الخوف من الأطباء الأطباء بيهولوا يا عم سيبك ده كلام دكاترة يعني واخد بالعضة وكأن الدكاترة دول ما عندهمش الحرص وما عندهمش العلم الكافي إنه هو يوجه يعني المريض فلازم برضو دي تكون دعوة لتغيير برضو ثقافتنا والأجيال الجديدة أنا في اعتقادي إنها ممكن تكون مسؤولة عن عملية التغيير دي مع الأجيال الأكبر إنه لا ما تخافوش لا نروح للدكتور ولو رحنا للدكتور ممكن ناس تقول يعني بعد ما رحنا للدكتور وعملنا الفحوصات يقول لنا لا ده روحوا تخصص تاني يعني فكروا فيها حتى إنكم هتكونوا كسبتوا لطمئنان لطمئنان إن مثلا المشكلة دي ما لاش علاقة بالقلب يعني قد تكون بقى لي علاقة تخصص آخر هو طبعا الخدمة الطبية مكلفة وعشان توصل للتشخيص مكلف عشان كده الدولة بتسعى الحقيقة للنظام التأمين الصحي الشامل ودي حاجة كويسة وهو ده الحقيقة ده الأمل ودي حاجة كويسة بحيث إن المريض ما يتكلفش لأن فعلا بقيت الفحوصات مكلفة وزيارة الطبيب والوقت والمجهود والقلق والكلام ده كل لحين التغطية الشاملة الجميع أعتقد إن معظم فقائل الشعب المصري دلوقتي سواء العاملين أو حتى بيشتغل فلاح بسيط أو إلى آخر مؤمن عليه أو بيطلع له قرار على نفقة الدولة صحيح لأن إحنا يعني على ثقة طبعا إن الدولة بتولي الحتة دي ناحية صحية للمرضى يعني عناية كبرى صحيح طيب حضرتك ذكرت كلمة الأمل يعني اسمح لي إن إحنا في الخمس دقائق الأخيرة من حلقتنا النهاردة نتحدث عن الأمل في علاج أمراضي القلب يعني الحياة دا دايما فيها أمل إيه الجديد بقى لأن حضرتك يعني ما شاء الله يعني جايب لنا من الآخر فحضرتك كده قولنا إيه الجديد في علاج أمراض القلب العلاج بيشمل الأدوية تمام والأدوية دي الحقيقة بقت كل يوم بنشوف دواء جديد ممكن يؤدي إلى خدمة جديدة للمرضى بتوعنا بيشمل تكنيك الأسطرة الأسطرة دلوقتي بقت كمان بتتطور يشمل تكنيك الجراحة لكن أنا عايز أتكلم على الأحدث من كده كمان اللي هو علاج هبوط عضرة القلب هبوط عضرة القلب كنا زمان بنعتمد فقط على الأدوية وبعدين بقى فيه حاجة اسمها زرع القلب لقينا أن فيه مشاكل كتيرة في زرع القلب لأن مش دايما بتلاقي فيه المريضة المتبرع لأن طبعا لازم يكون حصل فيه وفاء ففيه دول كتيرة رغم أن ده متاح عندهم لكن الحقيقة لقينا أنه هو ده مش الحل الأمثل لغاية ما بقى فيه أجهزة بتحل لمكان القلب دلوقتي اللي هي أجهزة القلب الصناعي أحدث حاجة أنا عايز بس أطمن بها الجمهور كلنا يمكن قرناها أو سمعنا عنها هو زرع قلب الحيوانات أنه أخده ما يبقاش فيه عملية رفض لهذا القلب ده بقى بيحل مكان القلب المتبرع فأعتقد أنه سيفتح مجال كتير جدا لعلاج التلف عضلة القلب والهبوط عضلة القلب ما كان يستجيب للعلاج فيه دلوقتي بردو بيتكلموا كتير دلوقتي الأبحاث كتير عن زرع الخلايا الجزعية المعروف أن القلب ببتدل كخلية واحدة خلايا جزعية وبعدين بتتطور بتاخد شكل القلب المتعرف عليها المعتاد أن عضلة القلب تشتغل كمضخ خواوي الآخر إزاي أن نزرع خلايا جزعية ودي أستاذنا الدكتور مجدي عقوب يشتغل عليها في الحتة كتير جدا إزاي أن هو يزرع الخلايا الجزعية لأنها تتطور وتحل مكان عضلات القلب اللي تلفت إحنا لسه بعيد شوية في الحتة دي لكن أنا أعتقد أن هو ماشي بخطة حسيسة هي قادمة إن شاء الله لا محالة أنت ممكن بعد كده زرع خلايا جزعية ممكن جدا أن عضلة القلب تتحسن وترجع تستعيد نشاطها تاني مع الوقت وتعوض الخلايا اللي كانت تلفت قبل كده ده يعني أمل كبير وحاجة عظيمة إن إحنا ننهي حوارنا مع حضرتك الذي لا نريد أن ننهي الحقيقة بحديث عن مش بس الأمل ولكن الأمل والتطور الهائل اللي حصل ده واللي بيحصل واللي إن شاء الله إحنا جزء منه وإن شاء الله يحدث الحياة بلا أمل يا جماعة ملهاش معنا يعني بلا أمل وبلا علم وبلا تطور ملهاش معنا فإحنا يعني على مدى حلقتين حاولنا نقدم لحضراتكم العلم والأمل والوعي طبعا قبلهم هما الاتنين من الأقوال المأثورة الجميلة أنه لا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم وضفنا الحقيقة في يحكى أن على مدار حلقتين اجتمعت فيه صفات التواضع الأنيق والعلم الغزير أنا بشكر حضرتك جدا دكتور سامح محمد شاهين أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة عين شمس والرئيس الأسبق لجامعات القلب المصرية وزميل الجامعية الأوروبية لأمراض القلب وزميل الجامعية الأمريكية للأسطرة التداخلية وبشكر حضرتكم على حسن المتابعة وخير ختام أذكر بنفسي وحضرتكم هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله بشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا السلام عليكم